وينضم إلينا عبر الهتف قطب العربي الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للصحفة سابقا أستاذ قطب ما دلالة توقيت إذاعة هذه التسريبات ومن المستفيد من إذاعتها بعد أيام قليلة من تبرئة مبارك ومن معه من متهمين في ما تسمى بمحاكمة القرن لا أظن أن التسريبات نشرت بشكل متعمد في توقيت خاص للوصول إلى دلالة معينة هي وصلت إلى القناة قبل ربما عدة أيام وأخذت وقتا في تحضيرها لكن هي جاءت لتتزامن مع محاكمة أحداث الاتحادية بالتحديد التي هي القضية الأولى التي تهم فيها الرئيس محمد مرثي ونحن شفنا أسماء من الذين هم مرتبطين بقضية الاتحادية المستشار مصطفى خاطر والمستشار إبراهيم صالح كلاهما كان مرتبط بقضية الاتحادية والمستشار مصطفى خاطر هو الذي أخرج جميع المتهمين رغم أنهم وصلوا إلى النيابة بأدلة اتهامهم جميعا وخرجهم جميعا من هذه القضية هذا فيما يخص أحداث الاتحادية في وقتها 15-2012 ثم هو نفسه والمستشار إبراهيم صالح هو الذي حققه مع الرئيس مرثي في هذه القضية المعروضة الآن أمام المحكمة والذي نحن بصدد نظرها في هذه الفترة ونحن الأصناء الآن بالفعل في المناسبة في مناسبة ذكرى اليوم ذكرى أحداث الاتحادية الثانية لأحداث الاتحادية فإذن هي جاءت لتواكب هذه الذكرى ولتعيد تذكير الناس بالجريمة التي حدثت من النيابة في أحداث الاتحادية حيث أنهم أخرجوا المتهمين الحقيقيين من هذه الجريمة وكان عددهم أكثر من 40 وقتها ودخلوا إلى النيابة قدموا للنيابة بأدلة السبوت عليهم جميعا ولكن النيابة بعد ذلك هي ذات النيابة التي اتهمت الرئيس نفسه ومعاونيه بأنهم هم الذين ارتكبوا جرما في الاتحادية هذه التسريبات أظهرت بأن مسؤولين في الجيش والشرطة والقضاء إيد وحدة في تزوير أوراق رسمية متعلقة بمحاكمة محمد مرسي هل يمكن مقاضات من تحدثوا في هذه التسريبات؟ في الوقت الحالي بالتأكيد صعب أن تقاضيهم لأنهم هم الذين يديرون الدولة الآن وكما سمعنا فيها التسريبات هم يديرون حتى القضاء القضاء نفسه والنياب العام نفسه تحت أمرهم والنياب العام نفسه هو الذي يتحرك لإنقاذ الموقف ويطلب منهم تزوير الأوراق وهم يتواصلون معه ويرسل لهم المستشارين حتى مكاتبهم حتى يعني علشان يزبطوا القضية مع بعض نحن أمام عصابة تحكم البلد بالتزوير يعني الإدارة بالتزوير على طريقة الإدارة بالأهداف وغيرها هم الآن يديرون البلد بطريقة التزوير تزوير في كل شيء في أوراق رسمية الدفاتر تحت تصرفهم الأوراق تحت تصرفهم كل شيء تحت تصرفهم هم يستطيعوا أن يطمسوا الأدلة في قضية مبارك تماما حتى يخرجوا ببراعة ثم يستطيعوا أن يزوروا ويؤلفوا أدلة لإدانة الرئيس محمد مرثي وهذا التزوير للأسف يعني تصمت عليه أجهزة كثيرة أو تشارك فيه كل الأجهزة وزارة الداخلية شاركت النيابة العامة شاركت وزارة الدفاع شاركت أيضا الأعلام الآن أعلام أضرع لأعلام الإنقلابية الآن تشارك في هذه الجريمة بالصم والسكوت عليها أو حتى محاولة الإدعاء أن هذه التسريبات ملطقة حتى على المستوى الدولي أشتن التي زارت الرئيس مرثي والوفد الأفريقي الذي زار الرئيس مرثي ووفد حقوق الإنسان الذي زار الرئيس مرثي في محباسه غير الشرعي كل هؤلاء مشاركون في الجريمة وكل هؤلاء يستحقون المعاقبة ويستحقون المحاكمة وربما يتحرك محامون لمحاكمات دولية إذا سمحت لهم القوانين بذلك أو ربما سيأتي يوم يحاكم فيها الجميع على هذه الجريمة التي شاركت فيها أطراف كثيرة في الداخل وفي الخارج الأستاذ قطبة العربية الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للصحافة سابقا شكرا جزيلا لك